هذه المشاهد تقطت في حفل إسرائيلي لتكريم جنود يطلق عليهم البعض هنا اسم سبارتكوس إنهم جنود لم يشهدوا ميدانا حربيا يوما أسماؤهم وهوياتهم سرية ميدانهم غرف التشات وسلاحهم شاشات الكمبيوتر في هذا العالم من الكمبيوترات يجب علينا أن نكون في المقدمة أتمنى أن ننجح في ذلك لنكون قادرين على مواجهة من يخطط لمهاجمتنا المعني الأساسي الحاضر الغائب في تصريح المسؤول الإسرائيلي إيران المواجهة الافتراضية بين الطرفين موجودة وإن لم تكن معلنة هي حرب إلكترونية في سجلها أهداف موجعة في مرمى الفريقين برامج خبيثة وبيرسات من إنتاج أمريكي إسرائيلي استهدفت مواقع إيرانية نووية شلت الاتصال بينها وعطلت برامجها من أبرز المتضررين منشأة نتانز الشهيرة حيث تم تعطيل ألف جهاز طرد مركزي ضربة مماثلة تلقتها حواسيب وبرامج تابعة لبنوك لها علاقة بحسابات إيرانية في كل من إيران ولبنان إيران ترد على كل ما سبق وتختار توجيه ضربات استهدفت مواقع نفطية على أراضي دول خليجية تعتبرها حليفة لواشنطن بيروس شامون استهدف 30 ألف حاسوب تابع لشركة أرامك سعودية في هجوم امتدى لحواسيب وبرامج شركة راسغاز القطرية يمكنك مهاجمة مواقع حساسة بقنابلة تدمرها ولكن يمكنك أيضا بفيروس خفي مهاجمتها أيضا تعطيلها وتوقفها تماما عن العمل حرب تدميرية ميادينها افتراضية إلا أن نتائجها ملموسة على أرض الواقع مصادر استخباراتية بريطانية تكشف عن معركة افتراضية شهدت عليها لندن قام بها جنود إسرائيليون افتراضيون باختراقهم لمواقع إعلامية فنشروا أخبارا ملفقة تحدثت عن هجوم كيميائي واتهم جماعات إسلامية متشددة بالتخطيط لتنفيذه نتيجة ما نشر فاقت كل التوقعات القائمون على الحرب الجديدة يقرون أن الكذب أحد أسلحتها الفتاكة كما يقرون أيضا أنها بالفعل قد تغنيك عن القنابل الفتاكة بل أنها قد تكون أكثر فتكا ويصفها البعض بصندوق بندورة انفتحة على مصرعي